هذا وتستعد أولى طلائع حجاج مملكة البحرين لمغادرة مكة المكرمة عائدة إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء منسك الحج وبهذه المناسبة أكد الدكتور محمد طاهر القطان نائب رئيس بعثة مملكة البحرين أن البعثة قامت بالتنسيق مع الجهة المختصة لمطار البحرين الدولي والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد استعدادا لاستقبال الحجاج العائدين وأكد القطان أن فريق العمل المشترك أوجد مسارات خاصة لسفر الحجاج عند المغادرة والعودة بهدف ضمان تسير إجراءات رحلتهم سائلا الله العلي القدير لجميع الحجاج حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعودتهم سالمين غانمين إلى الوطن اشتركوا في القناة